أكد معالي الدكتور سلطان الجابرة رئيس المعين لمؤتمر الأطراف كوب 28 خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربورك في ختام حوار بيترسبرغ للمناخ أن هذا العام مهم للغاية لأنه يمثل أول تقييم عالمي منذ اتفاقية باريس في أحدث تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لقد تركزت مناقشاتنا إلى حد كبير على الإجراءات والخطوات العملية والتغيير الحقيقي المطلوب إجراؤه ولضمان أن يتبنى جدول أعمال المناخ بأكمله روحا تقدمية للغاية وكيف نمضي قدما أمامنا سبع سنوات لخفض الانبعاثات بنسبة 43% وللحفاظ على اتفاقية باريس حية من الأهمية بمكان أن نفهم جميعا أهمية هذا العام هذا العام مهم للغاية لأنه ببساطة يمثل أول تقييم عالمي منذ اتفاقية باريس جميع المؤشرات ولسيما أحدث تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ سأقوم برسم صورة لما كنا نفعله في الإمارات العربية المتحدة لقد تبنينا نهجا شاملا لانتقاد الطاقة والذي شامل جميع مصادر الطاقة مع موضوع رئيسي واحد وكان الموضوع دائما هو التخلص التدريجي من الانبعاثات حوار بيترسبرغ للتحضير لمؤتمر المناخ العالمي في دبي في نهاية العام خرج بأفكار واستراتيجيات ملموسة والشكر جزيل لتعاون الدكتور جابر لقد حددت الإمارات العربية المتحدة الهدف الواضحة والطموحة للتقدم خاصة وأن الإمارات هي الأولى على مستوى المنطقة في وضع هدف للحياد المناخي لذا تقف دولة الإمارات العربية المتحدة بطريقة خاصة في الانتقال من الطاقة الحفورية إلى الطاقة المتجددة ومن العصر الحفوري إلى عصر متجدد